بلوغ الآمال في تحقيق الوسطية والاعتدال المبحث التاسع وسائل تعزيز الوسطية وقنوات تحقيقها حتى تتحقق هذه الغاية النبيلة لا بد من وسائل تقويها وتغذيها تتعاهد النشأ منذ الصغر وتحوطه في مراحل حياته المختلفة هذه الوسائل يتقاسمها كل من الفرد والأسرة والمجتمع وفيما يلي نبين دور كل منهم في تحقيق الوسطية وتعزيزها المطلب الأول دور الفرد الفرد هو اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وإذا نشأ الفرد نشأة صالحة سوية ظهر أثر ذلك في أسرته ومجتمعه بالضرورة وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه ولن يكون ذلك ولن يتحقق إلا إذا استشعر الفرد مسؤوليته تجاه هذا الدين وحمل الأمانة التي حملها كل إنسان على عاتقه قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا من أعظم ما يمكن أن يشارك به الفرد في تعزيز الوسطية في مجتمعه المشاركة في أعمال البر والخير والصلاح والرعاية والتكافل الاجتماعي سواء أكان ذلك بأجرة أم احتسابا فإن انشغاله بما ينفع لا يجعله عرضة لكلالي بأهل الأهواء المطلب الثاني دور الأسرة الأسرة من الأسر وهو الحبس والإمساك ومنه الأسير وهو الحبيس وأسرة الرجل رهطه لأنه يتقوى بهم ويمتنع وتقوم الأسرة بالدور الأهم في تربية النشأ باعتبارها المؤسسة التربوية الأولى في حياة الإنسان والتي يأخذ المولود منها أهم مقوماته السلوكية والأخلاقية وعليها يقع العبء الأكبر في تكوين شخصيته المستقبلية ولا شك أن صلاح هذا الأساس أو فساده ينعكس أثره على الناشئة لذا تعتبر الأسرة المسلمة أعظم مدرسة إيمانية وأقوى حصن تربوي منيع يتم فيها إعداد الشباب ذكورا وإناثا على التحلي بالاستقامة والتقوى والسلامة من الزيغ والانحراف وانطلاقا من مسؤولية الزوجين المشتركة في تربية أولادهما على تقوى الله تعالى ووقايتهم من الضلال الفكري والانحراف السلوكي والفساد الأخلاقي جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين بواجب تحمل المسؤولية الكاملة والرعاية الشاملة للأولاد فقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته المطلب الثالث دور المجتمع كما أن للأسرة دورا في تعزيز الوسطية وتحقيقها في أفرادها فللمجتمع أيضا دور مهم وفاعل في نشر الفكر الوسطي المعتدل من خلال قنواته المختلفة ووسائله المتعددة والتي من أهمها المسجد في الحقيقة مركز تربوي يربى فيه الناس على الفضيلة وحب العلم وعلى الوعي الاجتماعي ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في الدولة الإسلامية لذا كان أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة هو بناء المسجد فالمسجد ليس مكانا تقام فيه الصلاة فقط لكنه مكان للعبادة والعلم والتربية والدعوة إلى الله تعالى والتوجيه والإرشاد إلى الخير لذا على المجتمع أن يفعل دور المسجد لأنه أعظم المؤثرات التربوية ومن خلاله يتم نشر العلوم النافعة والأخلاق الحميدة فيتم الأمن الفكري ويستقيم السلوك وينتشر الفكر الوسطي المعتدل الذي يدعو إلى التوازن والتآزر بعيدا عن الأهواء المنحرفة والأفكار الهدامة إن الهدف من إنشاء المدارس والجامعات هو بناء شخصية سوية جادة مستقيمة تسير على مرتباه المجتمع من دين وعادات وتقاليد وأعراف لا تخالف الشر وترمي إلى الذود عن البلد ومكتسباته وحماية عقول ناشئته من أي تلوث فكري وذلك من خلال العلم النافع فالعلم وحده هو الذي يبني شخصية الإنسان بناء سويا مستقيما والعلم وحده هو الذي يحارب الأفكار الضالة والمنحرفة وهذا هو الدور الرئيس للمؤسسات التعليمية بث العلوم النافعة ونشر الآداب الفاضلة وترصيخ الأسس الفكرية والعقدية بما تحمله من معاني الاعتدال والوسطية فهي تعد النموذج المصغر للمجتمع المتكامل وباعتبار هذه المؤسسات مؤسسات مجتمعية فإنه يقع على عاتقها مهمة المحافظة على أبنائها الطلاب من الانزلاق في متاهة الأفكار المنحرفة دينيا وأخلاقيا بالتحذير منها وبيان فسادها وسوء عاقبتها وبث الأفكار النافعة البناءة التي تهذب السلوك وترصخ مفهوم الوسطية التي دعا إليها الإسلام للمجامع الفقهية والهيئات العلمية دور مجلى في ترصيخ أسس الوسطية وتحقيق أهدافها في المجتمع وذلك من خلال إقامة الدروس العلمية وتنظيم المحاضرات الدعوية والمؤتمرات الإسلامية وإصدار الفتاوى الرسمية والبحوث النافعة التي من شأنها ترشيد طاقات الشباب وتوجيه جهود الأمة إلى ما يتوافق مع المقاصد الشرعية والتي على رأسها الوسطية والاعتدال وكذا إصدار الفتاوى والبيانات التي تجرم الأفعال الإجرامية والأعمال التخريبية والتصدي لما يثار من شبهات وما يرد من إشكالات في عقول الشباب المتحمس للاستفادة من العاطفة الدينية إيجابية والرد على أكاذيب الغرب وتشويهه لهذا الدين والعمل على نشر الآراء الفقهية المعتبرة للعلماء المحققين وإنشاء مراكز للمعلومات لتتبع ما يواجه العالم الإسلامي من قضايا تستدعي الدراسة العاجلة لحصر الأفكار المنحرفة والآراء المتطرفة في بؤرها داخليا وخارجيا ومن ثم القضاء عليها منعا لرواجها في أوساط الشباب الأدب يهذب النفوس وينير العقول ويعدل المزاج ويفكه الأرواح ويبعث الرقي في الأخلاق والمعاملات إذا حسن استعماله واستغلال تراثه وتعتبر النواد الأدبية والمراكز الثقافية من أهم المؤسسات الثقافية والفكرية المؤثرة في أفكار وعقول وأخلاق كثير من الناس عموما والشباب خصوصا ومع تعدد الاحتياجات الفكرية والثقافية وتنوعها فلابد من التركيز فيها على مفاهيم الوسطية والاعتدال والاهتمام بسبل تحقيقها وبيان آثارهما وهذه النواد والمراكز لها دور مهم وفاعل في الحياة الأدبية والثقافية في المجتمع حيث يرتادها طبقة لا يستهان بها من المثقفين من شباب الأمة وشيوخها لذا من الضروري أن تتبنى أفكارا تتوافق مع متطلبات المجتمع وتتفق مع سياسة البلاد في محاربة الأفكار المنحرفة والآراء المتطرفة وتعمل على نشر الفكر الوسطي من خلال الأنشطة الثقافية والندوات والملتقيات العلمية التي تقوم بها أو الدوريات التي تصدر عنها يشكل الإعلام ووسائله فضاء ضخما تتدافع فيه الأفكار والثقافات المختلفة مما أكسبه صفة العالمية لأنه يتجاوز حدود المكان إلى شتى بقاع الأرض وفي عصر تطور فيه وسائل التكنولوجيا وأدواتها بين غمضة عيد وانتباهتها تتطور أيضا وسائل الإعلام حتى ظهر ما يسمى بتكنولوجيا الإعلام والمؤسسات الإعلامية وتغلغل الإعلام بوسائله المختلفة في حياة الناس فبين مقروء ومسموع ومرئي كالقنوات الفضائية وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت والرسائل النصية ورسائل الوسائط يتقلب الناس وتتباين آراءهم فهذا السلاح ذو تأثير قوي وبعيد المدى ويبرز دوره في كل مجالات الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه في أي نشاط إنساني ومع هذه الأهمية نرى أن المسلمين لم يعطوا الإعلام الاهتمام الذي يجب أن يعطى فكان بعيدا كل البعد عن آمال وتطلعات كثير من المسلمين لذا فإعلامنا لا بد أن يكون إعلاما هادفا يحارب الفضائيات المتهتكة التي تسعى لإغراء الأجيال بالباطل والزج بهم في مهالك الفتنة والمنكر بنشر الفكر الوسطي المعتدل وإبراز محاسنه والتحذير من التطرف والغلو وبيان عواقبه الوخيمة التي تعود بالضرر والفساد على الفرد والمجتمع اشتركوا في القناة